أنا شرفت برئاسة الجهاز القاومة للتنظيم الاتصالات لمدة أربع سنوات خلال الفترة دي أطلقنا تطبيق MyNTRA ده اللي واخد خامس مشروع رقمي على مستوى العالم أنا شفته قبل كده مرة بالزبط وكان الإبداع فيه مش أنه هو تطبيق تفاعلي بس ولكن هو عبارة عن إتاحة وسائل الحوكمة الموجودة في الجهاز القاومة للتنظيم الاتصالات للمستخدمين فبيقدر يختار الشبكة اللي هي أحسن له بيقدر يعمل شكوى عن طريقه بيقدر يقف الخدمة ويفتحها فأصبح عنده الأدوات اللي تؤهله أنه هو يعمل نعم الحوكمة والتنظيم للخدمات المقدمة له من المشغلين وجزء تاني أن احنا أطلقنا مركز نسميناه المركز المصري الأفريقي لتنظيم الاتصالات وده مكان زي مكان عصف زهني بيكون ما بين منظم الاتصالات في المنطقة الأفريقية والعربية كمان للتباحث في القضايا المشتركة الخاصة بتنظيم الاتصالات والخروج بحلول بتفيد المنطقة كلها في مجال تنظيم الاتصالات بالإضافة لخدمات اللي هو تم طرحها وتقدمها في السوق المصري لدمج كل فئات المجتمع في عامية التحول الرقمي زي كبار السن زي زاو الهمم فكل الحاجات دي بتتاخد كأفكار إبداعية ونفذت على الأرض فده كان من أهم العناصر اللي هو بيتم اختيار عليها الشخصية اللي حتوش سابقة الأعمال دي اللي حتوش سابقة الأعمال بالضبط نعم